أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوترس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة ناطقين باللغة العربية القادمين من مصر والشرق الأوسط موصيان بالمحافظة على الرغبة في الشركة وروح المسئولية وبعيش الحوار واللقاء مع الإخوة في الإيمان وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست الباب البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس في تعليمه حول المسيرة الإنجلية التي يرويها سفر أعمال الرسل تكلم البابا اليوم عن رسالة بولوس وبرنابة ومجمع أورشاليم فبعد أن بشر بولوس وبرنابة الوثنيين وفتحت لهم أبواب الإيمان وجد الرسل أنفسهم أمام قضية في غاية الحسسية وهي العلاقة بين الإيمان بالمسيح والتقيض بشريعة موسى هذه القضية أثارت بينهم جدلا شديدا عندها دعا بطرس الإخوة إلى عدم فرض نير لا يطاق على رقبة أولئك الذين يقبلون المسيح أن الخلاص يتم بنعمة الرب يسوع هكذا أوضح البابا أن جماعة أورشاليم تقدم لنا نورا هاما لكيفية التعامل مع الخلافات والسعي للحق بالمحبة وتذكرنا بأن نهج الكنيسة في حل النزاعات يقوم على الحوار الذي هو إصغاء متنبه وصابر وعلى التمييز في ضوء الروح الكدس الذي يساعد على التغلب على الإنغلاقات والتوترات ويعمل في القلوب للوصول الوحدة في الحقيقة والخير وختاما أوصق داست البابا بالمحافظة على الرغبة في الشركة وروح المسئولية وبعيش الحوار والإصغاء واللقاء مع إخوتنا في الإيمان ومع البعيدين عننا لنتظوق ونظهر خصوبة الكنيسة مدعوة أن تكون في كل زمان الوم المبتهجة بأبنائها الكثيرين والآن تحييتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرك الناطقين ومع البابا باللغة الإطالية لأبناء الشركة الحلالية لإمكانيه القليل طوالا من العلوم الزبع البابا بالإمكانية في الشركة الأحياء ورحمة الجوانية لا يحتاج إلى أحد الوحد فرحمة لكن لإمكانيه كثيرة لتدخل ولك سياسي للتراني فإنسان، حكرا لمعبا بالفعل وضع البيانة الخيرا للشركة والمزحي الأخيرة والإمكانيه وقد أن تحييتو البابا بالتراني ورحمة الله جميع أن تحييتو البابا بالکرية وفرحمة الله للإنغلاقاء الله أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من مصر ومن الشرق الأوسط إن الكنيسة ليست معقلا مغلقا ولكنها خيمة قادرة على توسيع رحابها لتسمح للجميع بدخولها إنها كنيسة مشرعة الأبواب والكل مدعو لأن يشعى نور المسيح في جميع أنحاء المعمورة ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير